في تركيا عمالين بيهاجموا دلوقتي مجموعات اعلامية يعني الشرطة بتدهم المقارات الحاجات الاعلامية اللي بتعارض فايس نيوز النهاردة والتهمهم بالارهاب والقناة اعلنت القناة فايس نيوز قالت ان الاتهمت بمحاولة الترهيب النهاردة المجموعة دي عندها قناتين تلفزيون وبعض الصحف عملية تفتيش السهدف 23 مؤسسة صحفية ابقى ترى ثلاث صحفيين وحطوهم في احد السجون في ايطاليا مش عارف يا ترى بقى رضي حيامل تويتع عشان حكاية دي ات الدموقراطية ولا لا ويا ترى ساق يا رب يا سافرين لترى حد يقوله بس يبلغوا بالقبر اما نشوفه حيقول ايه ولا حكيته ما ينطعش النهاردة هيئة الرقابة الادارية عملت زي اعلان عن اهم اهم القضايا اه الابرز القضايا اللي ابضت عليها عارفين نهاية القضايا هيئة الرقابة الادارية معنية بكل ما يدور من اي خلل اه في النهاز الحكومي اه واحنا عارفين ان ان الفترات اللي فترة الحالات الكتيرة وعندنا ترقمات كثيرة جدا في اجهزة كثيرة جدا بتلبر بتلبر حقيقة الامر بتلبر ان يكون هناك حاجة مش مصبوطة يعني انت لما بتروح تقدم عشان تاخد ترخيص لشيء ما وتفرع بتعقدات اما انك انت اليوم اللي بتتأخره لو انت رجل بتشتغل في السوق اليوم اللي بتتأخره بتدفع بتتغرم فلوسك متأخرة عشان تاخد رخصة ولا تاخد حاجة واما تقبل انك انت تدفع رشوة هو ده بيتنسبه فقولك ان طبا نعمل ايه لا ما تعملش لما يطلب منك رشوة ويمكن اخر من الحوادث القريبة جدا اللي هي اه اللي بلغ فيها كان رئيس حي السيدة زينب اعتقد اه اه بلغ حد جاي بيعرض عليه رشوة واحد رجل اعمال وراجل اعمال هو مش عايز يرشي انما الدنيا ودوقف لما بلغ واتقبض عليه واتقبض الفلوس مش عارف كان سبعمائة الف لنيوة ولا نصف مليون مبلغ يعني الاصل من الكلام احنا فيه فساد متراكم او حالات خطأ متراكمات كثيرة ليدا ليدا وحلولة حتاخد وقت والله يكون فعول لرقابة الادلية لان الهيئة عددهم كلهم ما يكملوش ربعمية وبشتغلوا يعني الواحد منه بشتغل تمانين ساعة في اليوم لان الناس وحتى الناس ما بتتقصي يعني من ابرز الحالات رئيس قطاع بشركة النصر المباني ستمائة الف جنيه رشوة من ثلاث مقاولين عشان يسندهم اعمال صرف ومية ومش عارف فيه في القارة الرديدة وستة اكتوبر ومشروع مش عارف متين واربعين قارية في الفيوم الرقابة الادلية مسجد رئيس مجلس رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري التابعة لهاية العامة للطرق والكباري ومهندس بلساطة الادارة خادوا رشوة عربية ومبالغ مليا من اصحاب الشركات المقاولات والتوكيلات تولارية وذلك مقابل قيمهم بسناد اعمال تطوير الطريق الدائري ومحوره بالامر المباشر عايز اقول للعضاية دية الابرز مش كلها لان مدير مكتب تموين تمسك في منطقة بيرجام في شوبرا الخيمة بياخد رشوة من ست مقابل انها ادرأة رخصة بقال تموين لها بالمخالفة للقانون انا عايز اعرف مدير التموين ده مواطن مصري بيشتغل في الحكومة من ضمن التمانية مليون اللي بيشتغلوا في الحكومة عشان دائما الناس يقول لك اصل الحكومة يعني ما عملوا تعالوا تعالوا يتعامل مع المسألة مع الحكومة مواطنين مصريين والموظفين في الحكومة مواطنين مصريين واحنا اللي مش في الحكومة مواطنين مصريين كلنا مصريين في بعض وحتى اللي مش في الحكومة في القطاع الخاص. ما احنا كله بيأكل في بعضه. وده اللي بياخد رشوة النهاردة بيعمل ده. هي المسألة مسألة سلوكيات ثقافة وسلوكيات وضمير و و و وفصل فصل الدين اللي بيصليه بيروح الدمعة ويروح الكنيسة فصل دع عن المعاملات. يعني هذه نقرة ودي نقرة ودي نقرة. لا يا كابتن. مش نقرة ونقرة. يا بدام حتصلي. يا ما تصليش بقى ما تقرفناش. بدام حتصلي يبقى اعمل باللي ربنا قال عليه في صلاتك. بقى انت بقى لا حتسرق ولا تعمل ولا تأذي ولا 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 و هي مجموعة حاجات كلها تعليمات اخلاقية. احنا فصلين. ده لو كل النقل لو لو كل من يصلي صلات الرمعة والفجر. لو كل دول على الاقل بقوا مراكز اشعاع لفكرة الامانة وفكرة ان ما تسرقاش وفكرة 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 وفكرة. لو كل ده كده الدنيا حتتعدل. لو احنا ايقاننا ان الدين معاملة هو المعاملة الدين المعاملة. مش الصال الصالة انت بتصلي ان ده بينك وبين ربنا وربنا حي. انما المعاملة فين? نبالح كان عشان فيه تليفون بس الليل. دلوقتي احنا طلبين الدكتور مصعد الردوان اللي هو اه اه مش اخير يا دكتور مسعد يا دكتور هم معنا تأكديني ان الدكتور معنا يا رمع يبسرنا التليفون ده في الربع في الاخر بعد اذا كان قطع هيئة الرقابة وبعد كده انا بتكلم في الموضوع رمع ده احنا لطلبين التليفون ده ماشي تعمل لما خلص الموضوع فالرقابة الادارية في الروهد اللي بتعمله انما المسألة الحالة الغريبة ان المسألة ما بتنقصي محدش بيخاف محدش بيطعس يعني المصمم انه يسرق بيسرق يرتاشي يبيرتاشي مدير مكتب توين الرقابة الادارية في اسوان مفاتش اغزية مديرية الصحة اخد عربية رشوة من مورد الاخزية لمديرية الصحة مورد اغزية مهدفة عربية رشوة يبقى كده حيدي بقى اي اغزية مضروبة بقى ما هو ده خلاص ما هو ده خربان من روة مدير المدير ده اللي تراشى ده خربان من روة مش عارف ان الاخزية دي بنتي وبنتك وبنتها الاخزية بقى دي لك هتروح لمدرسة بقى مش مهم ييفتصوا مش ممكن يموتوا مش مهم مش مهم المهم نتراشى يعني طب يعني لو احنا بقى عندنا الوعز الضميري والثقافة والدين والبيت والأسرة والمرتمع والسينما اللي عملها بس عملنا في الافلام عنف ودم هنا وعم مش فكرة دي لو كل ده بيشتغل كان الضمير كان حيحللنا سبعين تمانين في المية من المشكلة كان حيخاف عشان عشان نامريا وعشان خايف من قوة تراه ولا يراها من ربنا سبحانه وتعالى فكرة المسألة حتوبة سهلة انما في غياب بقى الضمير وفي غياب الثقافة والثقافة الصحيحة وفي غياب اللي كل ما هو اجابي وفي غياب وفي غياب وفي غياب يعيني الهات زي ده طال يعين برضو نهاية الرقابة مسكة مدير ادارة الشؤون القرونية مدير ادارة الشؤون القرونية لو بيحسب الناس على الغلط بالإدارة المركزية اللي شؤون السيدالة التابعة لوزارة الصحة واخد مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد السيدالات بمركز فرشوت بقنا عشان يعمل فتوى لصالح الاخير يعني في مشكلة فعشان يقول يقول الكلام ده الرقابة القادرية مسكة تاجر مواد غزية احتفظ بكامات كبيرة من البن الفاسد مع ماله الخاص في حي الظهور مسألة مسألة مزعج طب الجزء بقى اللي هنا ما هنا الجزء المجتمعي فين يعني احنا عندنا لما ظاهرة بتستشري معينة دايما يعني يقول لك امة في خطر يعني الامة في خطر يعني لما تظهر حاجة معينة يبتدي على طول المفترض ان احنا عندنا جهة ما فيها من كل التخصصات علماء التربية وعلماء الاجتماع وعلماء النفس فيها من كل التخصصات واخواننا بتوع الامن واخواننا من كل التخصصات يبقوا موجودين عشان لما تبقى فيه مشكلة بسرعة بسرعة يشوفوا ده ليه في وقت من الوقات من 20 سنة في الوقت اللي كان ابتدأ فيه هدم فكرة انك تهدم الاغنية المصرية لأن الاغنية المصرية مع الفيلم المصري لأن الاغنية اساسا خلت كل المنطقة العربية كل من ينطق العربية في الوطن العربي يتكلم اللهنة المصرية وطبعا ده ما كانش عالي بناس كتير بقى بره يعني فكان لابد من هدم السينما لما جات في التمانينات واغروا السينما المصرية وابتدوا يشتروا سوء على الافلام المصرية لدارة عملنا حوالي 1000 فيلم في سنة واحنا بنعمل 15 او 16 فيلم فطلعت الافلام المصريين اغلبها ما شافش الافلام دي على فكرة فالافلام الهبطة اللي اتعملت والكرسى الفنانين قبلوا هذا الكلام الكرسى زي ما برضو فيه فنانين خدوا الافلام الخام بتاعتنا وبعوها بره وبعوها اللي جاء بره ودلوقتي بيتكلموا وبينصحوا الناس وبيفتوا يعني وهم خربوا خدوا تاريخنا كله وبعوه بره كل الاصول الفيلم المصر او الفيلم الخام الاساسي بتاع الدا اتباع بره برضو احنا لما دات الهاجمة في انتصف التمانينيات على الافلام المصرية في السوق الخليج وكان ده مقصود عشان يدمروا السينما زي ما كان فيه اصد تدمر الاغنية عشان خاطر انك لان انا لما كن وطن بحاله وطن العربي كله ده بيكلم نهل المصرية ده بيفتح اسواء قدم كل شيء وده بيحس بده لما تروح تونس والمغرب وشوف قد ايش هناك اخوانا اهلين هناك زي يا دي ايه ببعز حابب ان يتكلم معاك لانه حابب الاغنية اللي اسمحها من مطر بيحب اسمعه يعني ده اعظم اعظم حالة تفتح لك تشتغل اقتصاد بس ما عملناش ده عشان احنا خيبين يعني ما قدرناش تستفيد من ده لغاية هم ما دمرونا ده لما يريد في وقت ملاقوة يطلع مطرب كان ده من خمساشر سنة ما عارفش من امتى ولا كله يقوله ايه فيعمل كانش لسه السيدهات دي طلعت ولا تاع فيبيع خمسة مليون شريط هنا كان لازم بقى هنا يبقى امه في خطر لانه لما واحد يبيع خمسة مليون شريط من ده ده معناه ان في خلل في حدا غلط ايه ديت بيسمحها خمسة مليون واحد معناها ان الناس في حدا المزار العام بتاع الناس في حدا لازم ندرس السبب ربما يكون عشان في فساد ربما يكون في ظل ربما يكون في اي بس يدرس مين اللي يدرس ده عندنا علماءنا من احسن علماء العالم في كل حال عندنا علماء في الاجتماع هيلين وفي علم النفس هيلين وفي كل التخصصات يدرس على طول حاجة زي دي ويقعت الاغنية المصري وبقت اي حاجة وخلاص وعيشنا بقى اللي احنا اللي عايشين وده دلوقتي وبنتصور ان ده تطور طبيعي الحاجة او ان دي لا ده مش دي ده كان مقصود عشان ده ما تنزل الاغنية بالاسفاف ده ولما يتطلع الافلام بالتسويت ده هو اللي يديك الناتب لان انت بقالك خمسة شر سنة على الاقل بيجهز ليناير دي امريكا يعني بيجهزوا ليناير دي ان يحدث هذا الانفجار يحصل وقت ما يحصل بقى الانفجار ده لما حصل كان طلع فيه ملايين الشعب المصري طلع فعلا من هنا بس كان فيه مجموعة التي تدير وتشاور وتعمل لا دي كانت متضبرة انما فيه ملايين طلعب في خمسة عشرين يناير المؤكد ملايين الشعب المصري انما لو فيه حد درس ايه اللي بيحصل ده وازاي ازاي المصريين اللي عاشوا مكلسوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وفريد ووردة وكل ده يقولك ايه معقولي الكلام ده فيبقى فيه حالة في حالة مش مظبوطة لانك انت بتنزل بقى من زق فده اللي بيطلعلك في الاخر هزر المجتمع الفوضى واللي احنا فيه دي هي فوضى ما هي دي فكريم فيلم هي فوضى ما هي كده كان الترتيب لهي الفوضى دي فهي الفوضى دي بتيدي ان انا مشاعرك وافكارك وكل حالة بوصلك بطريقة معينة فهو ده اللي بيتعمل فما نقدرش نقول ان كل حالة بتتعمل بترتيب من برا وانحنا هنا ماشيين بلموت الحكاية ولا احد بيفكر ولا احد واخد باله ولا حد شايف الدنيا ريحة فيه ولا حد عارف الحكاية ايه يعني احنا انا الاوان ان ننتبه الى ده انا الاوان ان احنا ناخد بالنا من ده وسهل اوي سهل اوي ان احنا نصلح كل حالة لانه في الاول وفي الاخر صحيح الشعب المصري بيتحرك في اللحظة الماء بس بيقعد صابر صابر ساكت زي ما شفته في 30 يونيو تمام ان احنا طب يعني معنا تعالوا تعالوا نتحرك سويا في هذا الموضوع كل ده اللي كنت بقوله من حكاية الرقابة الادارية ويتعلن فتكتشف ان ارضة والاعلان عن الحوادس يعني عشان اي حد بيفكر يعني اي واحد بيفكر عليه انه بقى مرة واتنين يشوفوا الموضوع ايه ده بيطيبض عليهم وهنا ودهزين والكلام ده كله انما ليه ما بيتعملش ده لانك انت في حلقة مفقودة في 20 سنة على الاقل 20 سنة الاخرين اللي فاتت دي كان فيه تدمير لحالات كتيرة بيدا بيدا وصلتنا للحال ده الناس حتى لا يبالي يعني لسه ممسوك دلوقتي عامل زي الحالات الصغيرة كل الحالات الحشرات ما عندوش زاكرة فدايما تهشه او تخبطه فيلفه يردعلك تاني هو لو بيفهم يهرب برضو دولت من كتر الاخبطة اللي حصلت ما بقاش عنده زاكرتان حتى ان يفق يفهم ان ده غلط ولا صح فيعمل ده فيتمسك فعشان كده جهز زي ده الرقبة الادارية الله يكون فعونهم الله يكون فعونهم ما الله يكون فعونهم ما حدش يعد يتكلم عن الفساد ما هو الفساد ده ده انا وانت وهو وهي يعني ده منظومة ده مجتمع بحاله غرقان في ده فما حدش يعد يتكلم عن الفساد ما هو ده هو اللي بياخد رشو ده مش فساد الحاجة كتير يعني فأنا يعني الله يكون فعونهم انما لابد ان تشتغل عشان نسعيدهم لان الناس المفروض تشتغل على شريحة اللي هما دايما الشريحة اللي هي بتاعت السوتس في بدء الخليقة كان فيه واحد قاتل وهابيل وسيدنا قادم والستين حاوة والبنتين واحد قتل كانوا ستة نعتبر ان ست سشر انما الباقي الخمس الزسر الخير ان ده مش موجود دلوقتي مش خير ليه عشان الحادات اللي نقصت دي فالشيء طبيعي ان يبقى العدد الاولاي اللي دا للاجهزة الرقبية والاجهزة الامنية اللي تتصدى ليه لانه هو ربنا خلقه بجينات كده انما الناس اللي في السكة مزيطة دي لو هنالك بقى تعوعية لو فيه اعلام ولو فيه سينما ولو 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 يعني السينما كلها واخدارة في سكة سكة على طول الدم والضرب والفاتوانة والبتاع والمخدرات والكلام دا كله طب معقول ده طب ودي حقق يعني المتزرع الزرع دي حتطلع لك غير خراب يعني عايز اقول لي يعني يعني ربنا يكون في عونكو يعني للرقابة ربنا يكون في عونكو ربنا يقويكم بس لابد ان كلنا نشتغل لابد من اول الاسرة كله نشتغل عشان خطر الدنيا تتعدل يعني